انتلقت الدورة التدريبية المشتركة للأئمة المصريين والفلسطينيين بأكاديمية الأوقاف الدولية لتدريب الأئمة والواعدات وإعداد المداربين وذلك بمشاركة 15 إماما فلسطينيا و15 إماما مصريا تأتي الدورة في إطار الدورة الريادي لمصر في نشر الفكر الوسطي المستنير وجهود وزارة الأوقاف في تدريب والتأهيل للأئمة والخطباء من داخل مصر وخارجها أولا للدورة أكثر من هدف هي تعبير عن الموقف المصري الثابت تجاه أشقائنا في فلسطين ودولة فلسطين وحق الشعب الفلسطيني في تقايم مصيره وإقامة دولاته وعاصمتها القدس على حدود ما قبل الرابع من حزيان 1967 حقيقة هذا جانب فهو من أنواع اهتمام الدولة المصرية بالقضيات الفلسطينية وكل ما يهم الشعب الفلسطيني نحن نتلقي نبأ كبولنا في هذه الدورة وصدافتنا بوافر من الصرور صدقا لأننا متعطشين في فلسطين لأن ننهل من هذا العلم من منبعه الأصلي من رأس النبع يعني ومصر كانت وما زالت وستبقى بإذن الله تعالى منها يؤخذ العلم من مصادره الصحيحة وهي أم ليس شكوكة في حسب إنما هي أم لنا كفلسطينيين وهي أم للعالم العرب والإسلامي هذه الدورة تأتي استكمالا لسلسلة دورات تعقدها وزارة الأوقاف المصرية لجمهور السادة الأئمة والواعزات ليست هي الدورة الأولى وإنما هي دورات متتابعة كانت فرصة للتلاقي والتعارف بين الأئمة المصريين من وزارة الأوقاف بالإخوة الأشقاء الفلسطينيين